شاب عمل ضجة رهيبة على السوشيال ميديا بعد ما صور فيديوهات وهو الوحد كليا وادعى انه الوحيد اللي عايش في عام 2027 لو انت متابع للسوشيال ميديا او غير متابع اكيد سمعت عن الشاب اللي بيصور فيديوهات كتير لنفسه والعالم فاضي كليا بيصور نفسه في مستشفيات في مطارات في اندية اندية كبيرة جدا ومفروض ان هي ما تبقاش فاضية في ساحات في اماكن عامة كتير جدا مفروض ان الاماكن دي مش فاضية على الاطلاق خصوصا في الاوقات اللي هو بيروح بيها وبيتدعي ان هو الوحيد الشخص اللي ناجي والوحيد اللي عايش في عام 2027 الشخص ده واللي مسمي نفسه ناجي الوحيد الناس تحدته لانه ما كانش فيه اي حد مصدقه الناس كتير تحدته ان هو يصور اماكن معينة في اوقات معينة واللي مفروض في اسبانيا الاماكن دي ما بتكونش فاضية على الاطلاق وتقول الوقت مديانة ناس بشكل رهيب الغريب انه كان بيصور فعلا الاماكن دي وبيرفع الفيديوهات على صفحته على تيك توك وبيبين لهم انه هو الوحيد اللي موجود وكمان كان بيصور الساعة اللي موجودة في الميادين دي وبيبين لهم ان الوقت ده هو الوقت المتفق عليه طبعا ما بين زهول الناس واستغربهم الشخص ده طبيعته ايه؟ الشخص ده جاي منين؟ وايه الحقيقة وراءه او ايه المغزى وراءه او السر وراء اللي هو بيعمل الشخص ده بيتدعي او الناجي الوحيد ده بيتدعي ان هو فاق في المستشفى لقى نفسه وحيد تماما من غير ممردين ولا داكاترة ولا مرضى ولا اي كائن موجود في المستشفى بدأ يخرج يدور على ناس وكلام زي كده ملقاش اي حد حواليه فبدأ يدرك من التواريخ اللي شافها حواليه في اماكن معينة ان هو عايش في عام 2027 وهو الوحيد اللي موجود وللسبب ده سمى نفسه الناجي الوحيد على اساس ان هو الوحيد اللي موجود في الكون حسابه عليه حوالي 5 مليون متابع وفيديوهاته بيتحقق الملايين بمجرد ما تنزل على صفحته على التيك توك واستظهول واستغراب الناس وعدم تصدقهم لان اغلب التعليقات عليه ان هو بيتدعي الكلام ده وانه ممكن يكون عامل منتاج او ممكن يكون خدعة في الموضوع وكل الكلام ده فبدأت الناس تنقل تحدياتها ليه من مجرد ان هو ينزل شوارع يصورها شوارع عادية يصورها الى انه يدخل متاحف مش سهل خالص ان هو يدخلها واماكن مش سهل انه يدخلها تماما لان هيبقى فيها حراس وهايبقى فيها ناس وهايبقى فيها كاميرات وكل الكلام ده فبدأ فعلا يدخل الاماكن دي وبيصورها وهي فاضية كليا الشخص ده دعا ان هو الوحيد اللي عايش من غير ما يكون فيه حيوانات ولا طيور ولا بني ادنين ولا اي كائن موجود على الارض بمعنى ان هو بيوصف ان هو في نهاية العالم لكن طبعا المشاككين والاكيد عندهم حق ان هما يشكوا في كلام زي ده بدأوا ان هما يتحدوا في حاجات او يطلبوا منه حاجات على اساس ان هو يثبت لهم ان هو فعلا حقيقي فبدأوا يطلبوا منه ان هو يصور المستشفى اللي هو كان فيها على اعتبار ان هما يشوف هل الكلام اللي بيقولوا ده صح ولا لأ وهل التصوير اللي بيصوره كان في اوقات معينة الاوقات اللي هي ما بيبقاش فيها ناس اصلا فهو مثلا بيصور بدري او حاجة زي كده فبدأوا ان هو يطلبوا منه يصور المستشفى في اوقات معينة فالموضوع زاد معهم ان هو يطلبوا منه يصور اقسام شرطة على اعتبار ان هو مش اي حد كده بالسهل يدخل كده وما فيش اي حد يتكلم معاه فبدأ فعلا يصور حاجات زي كده اماكن زي كده ويفتح ببانر عربيات ويقفلها ويتعامل كأنه ما فيش اي حد خالص وما فيش اي حد منعه وبين اسئلة الناس اللي هو اصلا ممكن يكون مصور الفيديوهات دي في فترة كورونا والحظر وما كانش فيه ناس لكن حتى في الاوقات دي حتى المستشفى كان فيها برضو ناس ما كانش الدنيا فضيه تماما ومع الوقت التحديات بتزيد ومع الوقت تساؤلات وتشككات الناس بتزيد اكتر ويطلبوا منه مطالب اعلى زي مثلا حد طلب منه ان هو يدخل المطار ويصوره في وقت معين وفعلا دخل المطار وصوره وكان فاضي قليا مفيش ولا عامل ولا موظفين ولا مسافرين ولا اي كائن موجود بدأ يدور هنا ويدور هنا المكان فاضي تماما طبعا هنا الحيرة بتزيد وعدم تزديق الناس بيزيد اكتر فبيبتدوا يطلبوا منه مطالب اصعب اللي هي مستهلة ينفذها زي مثلا ان يدخل القصر الملكي ويصوره واللي الاكيد ان مش اي حد ينفع يدخل مكان زي ده بكل سهولة كده لكن اللي حصل انه فعلا دخل المكان ده وبدأ يصوره وبدأ يصور تفاصيله من غير ما اي حد وقفه تماما وما بين ان فيه ناس بدأ تصدق فيه ناس تانية موضوع قلب معاه تحدي كليا اللي هو بدأوا يصعدوا الموضوع معي يعني انت مثلا بتقول انه مفيش حيوانات ومفيش تيور ومفيش اي حاجة موجودة فالطلب المرة دي كان انه يدخل حديقة الحيوان الموجودة في فالنسيا في اسبانيا ما يكونش فيه حيوانات هناك مثلا فعلا دخل المكان وكان لوحده تماما حتى الحيوانات ما كانتش موجودة هنا طبعا الناس بدأ يزيد معاه الحيرة اكتر وفيه اللي بدأ يصدق او يقتنع شوية بالكلام وزاد الحيرة والاستغراب من الشاب اللي ظهر فجأة ومسمي نفسه الناجل وحيد وحسابه اللي فجأة تعرف وبقى ستة مليون ومشاهداته اللي بقت بالملايين ما بين يوم وليلة فالموضوع خد منحنة تاني وبدأ الموضوع يعني يقلب مع الناس اللي هو هو فيه ايه يعني هل فعلا الشخص ده بيتكلم صح واحنا ممكن نروح عادي في الفين سبعة وعشرين او الفين حتى ومية زي ما احنا عايزين فالموضوع بقى فيه عدم فهم وحيرة وعدم تزديق بشكل كبير الموضوع فعلا ظاهر بقى له فترة والعالم كله تكلم عنه تقريبا وكل اليوتيوبرز تكلموا عنه يعني منتشر كليا على السوشيال ميديا يعني هتفتح اي موقع من موقع السوشيال ميديا هتلاقي الموضوع ده وبالرغم اني كنت حابة جدا اعرض الموضوع عشان اشوف حتى ارائي الناس يعني بتفكر ازاي وشايفها الموضوع ازاي لكن محبتش ان انا اتكلم في الموضوع الا بعد ما يعدي عليه وقت واشوف هو هيوصل لايه وهل فيه حقائق جديدة تزهر في الموضوع عشان يكون الموضوع مؤكد اكدر وبما اني ما بحبش ان انا اي حاجة اسمعها اصدقها كده واخدها كأنها قعدة في حياتي فبدأت ان انا ادور على الموضوع واشوف موضوع ده اساسه ايه يعني مش بس كنت بشوف الفيديوهات بتاعته كمان بدأت ابحث على مواقع التواصل الاجتماعي واشوف الكلام ده نظامه ايه بدأ الشاب ده لما يتعرف اكتر وتزيد التحديات ما بينه وما بين الناس اكتر ده اللي وصل شركة انتاج ان هي تبدأ تتحدى الشخص ده بان هي هتسيب له كتاب معين في مكان معين داخل شركة الانتاج ويورينا بقى هيجي ياخده ازاي ففعلا سابوله الكتاب ده في المكان وفعلا الشاب ده دخل المكان واخد الكتاب بكل بساطة جدا من غير ما اي حد يمنعه من غير ما اي حد يشوفه واخد الكتاب وخرج بدأت الشركة بعد كده تشوف كاميرات التصوير وتتأكد يعني الشاب ده دخل ولا لأ لكن لقوه ان هو مفيش حاجة ظاهرة على الكاميرا غير خيال يعني غريب كده شوية دخل دخل وخرج تاني فالموضوع بدأ يتعقد وبدأت تزيد الحيرة اكتر وتساؤلات تزيد عند الناس اكتر طيب احنا دلوقتي المطلوب اننا اننا نصدق الكلام ده بما ان هو بيثبت بكل الدلائل ان هو فعلا عايش في عام 2027 وانه عايش لوحده كليا اكيد لا الاكيد هنا اننا مش هنصدق الكلام ده جايز يكون فيه حلقة مفقودة في الموضوع لكن فكرة اننا نصدق كلام زي ده مش طبيعية تماما الفترة اللي فاتت فيه شركة انتج طلعت واكدت ان الحساب ده بالشخص اللي هو بيتكلم فيه او اللي هو بيصور هو بيعتبر جزء من ضمن مسلسل اه اسباني مفروض ان هو هيتعرض الفترة اللي الجاية وده مجرد اه طريقة مختلفة للاعلان عن المسلسل وعلى حسب اللي نشره موقع ان المنتج التنفيذي للمسلسل بيأكد ان الشركة هي اللي عاملة الحملة الاعلانية دي او هي اللي انشأت الحساب على موقع تيك توك والهدف منها انه يكون زي حملة اعلانية للمسلسل لكن بشكل مختلف وجديد كليا قبل ما ينزل او قبل ما يصدر علاية الشركة من خيال بيان صحة في لها ان القصة بكل المغامرات والخيال العلمي وكل الاجواء دي والفيديوهات اللي نزلت على صفحة تيك توك كل الاجواء دي زودت الاصارة اكتر وزودت الشغف لان المسلسل ده يتشاف ده كان ضمن التفسيرات اللي اعرضت على الانترنت واللي كان بتعتبر رد على الفيديوهات وعلى الجدل المصار بشكل رهيب جدا على مواقع السوشيال ميديا حبيت اعرض معاكم الكسة الخرافية الرهيبة اللي مش سهل اي حد يصدقها بالرغم الفيديوهات اللي بتعرض لان ربنا ادينا عقل نفكر بيه رد الشركة يعتبر جزء من كشف الحقيقة وحب اعرف رأيكو في الموضوع ازاي استقبلتوا الموضوع ده لما شفتوه او قريتوه او شفتوا الفيديوهات في اي مكان او في اي موقع اه حب اعرف رأيكو في الموضوع ياريت شاركونا بيه في التعليقات وتعرفونا اه الفكرة دي وصلت معاكم لحد فين وهل انتم مصدقين فعلا حاجة زي كده ولا لأ او ايه وجهة نظركو في الموضوع وازاي حللتوا الموقف ده خلونا نشارك بعض في التعليقات لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي بلايك وتشترك في القناة وفعلوا جرز الاشعارات عشان يوصل لكو كل الفيديوهات الجديدة مع السلامة